السيد الكاظمي نفسه هو حكومة قادر على تنفيذ ما توعد به برأيك تفضل مساء الخير عليك وعلى كل سادة مشاهدي قناتنا في اللوجة الحقيقة في تقديري وأنا بعض المرات يقولون أنت متشائم أنا أعتقد أنني أراقب بحذر وبتركيز عالي حكومة سيد الكاظمي التي جاءت بعد أن نجحت تشرين في إزاحة حكومة سيد عبد المهدي وعدت كثيرا وعلى لسان رئيس الحكومة سيد الكاظمي ومنذ اليوم الأول أنها واستخدمت سين التسويف كثيرا سوفا وسوفا وسوفا وسنلقي القبض وسنحاكم وسنحقق عمليا لحد هذه اللحظة لم نسمع شيء من الحكومة ولم نرى شيء آخر التصريحات التي أصبحت محل التندر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي قضية الخيوط وصلنا للخيط الأول والخيط الثاني والخيط الثالث وهذا لا يرضي لا عوالي الشهداء ولا متظاهر يتشرين وبالتالي في تقديري أن حكومة الكاظمي حتى عندما يتحدث عن شركاء سياسيين ويقول عنهم أنهم لا يدركون حجم المخاطر عندما يسمون المتظاهرين بالجوكرية وغيرها ويقول عنهم أنهم غير مدركين لحجم المخاطر والسؤال هنا هل يدرك السيد الكاظمي حجم هذه المخاطر؟ أم أنه يريد أن يستثمر تشرين لصالحه؟ يعني ربما هناك سيناريوهات مستقبلية يعني لا يمكن أن نفصح عنها الآن ولكن هي تبقى في مجال الاحتمالات وربما يدفع سيد الكاظمي باتجاه أن يعلن حكومة الطوارئ إذا ساءت الأمور كثيرا البعض من القوى السياسية يقولون نسبة للتشاور الآراء وأنطيك وتنطيني بالعملية السياسية هذا سيناريو مستبعد لكن دعنا نتحدث عن التسويف الذي تقول عليه أستاذ يمكن بسبب هذا التسويف المتظاهرين أنطوا مهلة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وخمس وعشرين مبعيدة هذه المهلة برأيك من قبل المتظاهرين هي مهلة مجمع عليها ولو هي حالة يعني بسبب حالة لئاس اللي الكل يمر بها ينطي مهلة مثل ما شفنا الحج قبل شوي يقول هي عطوة ليس مهلة اليوم الحديث عن المتظاهرين وساحات التظاهر أتمنى أن لا يكون حديثا عن شيء مقدس وليس فيه أخطاء الساحات بعد عام من تشرين دخلتها الكثير من التيارات والأحزاب ربما لا وغالي إذا قلت أن الكل موجود في الساحات نسبة تشرينيين 2019 عن تشرينيين 2020 قلت كثيرا لأن الكل يريد أن يستثمر في تشرين والكل متوازن في ساحاتها مرة لأسباب أمنية ومرة لأسباب سياسية أكو متظاهر تشريني مستقل أكو متظاهر تشريني مسيس هو تابع لكتلة أو لحزب أو لتيار وأكو أحزاب تعيد تشكيل نفسها وأكو كتل تتشكل الآن فمن هو المطالب أن يكون يوم 25 هو موعد تنفيذ هو عمليا يعني ما تقدر تقول للسيد الكاظم وحكومته باقي لك عشرين يوم بدلا من اليوم يعني يمكن حتى 15 يوم يتحقق لمتطلبات يضادرها يعني السقف من المطالب عالي هذا هو أصلا ضيع من الوقت الكثير آها طيب سقف عالي جدا طيب والسؤال هنا نعم هل هذا السقف أو جدته أحزاب لو المتظاهرين فعلا ربما هناك من يريد الإطاحة بحكومة سيد الكاظمي لذلك يدفع بجمهورة للمطالبة مثل هذا النوع من المطالبات